يرسم المحللون اكثر من اتجاه فيما سيحل بمستقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين تانياهو وكلها تذهب الى المجهول او الهاوية السيناريو الاول هو السقوط المدوي بناء على سطلعات الرأي العديدة التي تقول بتدني شعبية الرجل الى ادنى مستوياتها وما تبع ذلك من تصعد الاحتجاجات ضده حتى قبل نهاية الحرب خاصة انه كان منشغلا بتمرير التعديلات القضائية لحماية نفسه من الوقوف امام القضاء السيناريو الثاني وهو الاستقالة خاصة مع ظهور وسعود عدد من قيادة الجيش في الصورة في تحديد مستقبل وقرارات الحرب لكن الامر سيظل مرهونا بمدى النتائج التي يمكن ان تتحقق على الارض مستقبلا انتصار ام انكسار السيناريو الثالث وهو البقاء في السلطة وتختلف الاراء في هذا السيناريو والامر يعود لعدم توفر شخصيات قوية في المعارضة بنظر البعض تصلح للقيادة لكن عددا من الخبراء يرون في هذا السيناريو صعوبة في التطبيق حتى ولو تمكن نتنياهو من تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس نظرا لتحمله النصيب الاكبر من المسئولية في احداث فجر السابع من اكتوبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر